وللمزيد تنضم إلينا دكتورة رشا عبد العالة رئيس مصلحة الدرائب. أهلنا بحضرتك دكتورة رشا. كيف ستساعد حزمة التسهيلات الضربية في تحفيز دمج مشروعات الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي؟ وما بين المؤشرات والمبشرات التي كانت اليوم في المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء. إلى أي مدى هذه الحزمة الجديدة سيكون لها نتائج مثمرة في الوقت القريب؟ أهلا بحضرتك وبالسيادة المشاهدين الكرام. حضرتك اكلمتي عن إحدى أهم البنود التحسينات أو التسهيلات الضربية. اللي تم النهاردة الإعلان عنها من دولة رئيس مجلس الوزراء ومعالي وزير المالية. دايما المجتمع الضريبي بيبقى عنده شكوى دائمة من الاقتصاد الموازي. وإن ده ما بيحقق العدالة الضريبية. نتيجة لأنه بنحمل الممول اللي في الاقتصاد الرسمي بيتحمل الضرائب. وآخر في نفس النشاط لا يتحمل ضرائب نتيجة لعدم موجوده في المنظومة الرسمية. وده بيعمل عنده عند الممولين مشكلة في المنافسة في السوق. فطبعا كان من ضمن أولوياتنا في هذه التسهيلات والتيسيرات. أن يبقى فيه منظومة متكاملة للممولين. وخاصة طبعا الممولين الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم 15 مليون جنيه سنويا. الحزمة دي أو هذا النظام المتكامل بيغطي التعامل الممول مع كافة الأوعية الضريبية بطريقة ميسرة. بإجراءات مبسطة بإقرار ضريبي مبسط بمواعيد لتقديم الإقرارات بشكل مبسط. بمجموعة من الإعثيات لبعض الأوعية الضريبية. ويمكن النظام المتكامل لهؤلاء الممولين اللي أقل من 15 مليون هتبقى من أوائل البنود اللي إن شاء الله هنعلم عنها أو عن تفاصيلها خلال الأسبوع القادم إن شاء الله. لأن زي ما ذكر معالي وزير المالية الحزمة المطروحة حزمة كبيرة جدا تحتوي على الكثير والكثير من التفاصيل. وبالتالي تم اتخاذ القرار إن هيتم خلال الأربع أسابيع القادمة إن شاء الله كل أسبوع هيبقى في مجموعة من هذه البنود هيتم طرحها بشكل تفصيلي وترحها بشكل تفصيلي. عشان كمان نتلقى من خلال حوار مجتمعي تعليقات مجتمع الأعمال عشان نوصل في الآخر إلى توافق كامل بإذن الله بعد نهاية الأربع أسابيع على هذه الحزمة. كيف سيتم تنفيذ آلية تسوية مركزية جديدة للمستثمرين وتبسيط نظام رد ضريبة القيمة المضافة دكتورة؟ رد ضريبة القيمة المضافة كانت من فترات من ضمن التحديات اللي بتواجه مجتمع الأعمال أو المستثمرين والممولين. ويمكن المصلحة والوزارة والفترات السابقة اتخذت مجموعة من الإجراءات اللي حسنت رد الضريبة وسهلت إجراءاته. وبقى بيترد فيه مدد متوسطها الزمني معقول طبعا أقل من حتى المدد القانونية الموجودة في القانون الخمسة واربعين يوم. بس في الحزمة الجديدة اللي احنا طرحناها النهاردة بنستفدس ان احنا نزود عدد الحالات الرد الضريبة لخمس من أربع لخمس أضعاف الأعداد اللي تم إنجازها خلال السنوات الماضية. بالإضافة أو ديها يستطيعها زيادة عدد الممولين اللي هيستفيدوا من إجراءات رد الضريبة القيمة المضافة. وزي ما ذكر معالي وزير المالية فيها تحقق سيولة لمجتمع الأعمال تساعده على زيادة استثماراته. بالإضافة إلى منظومة المقصة المركزية اللي حضرتك ذكرتها. منظمة المقصة المركزية هتتيح للممولين إجراء المقصة بين مال الممول وما عليه في الجهات التابعة لوزارة المالية وأيضا الجهات الحكومية في الدولة. اتضحت الفكرة دكتورة رشا عبد العالة رئيس مصلحة الدرائب. شكرا جزيلا لحضرتك.